يا أهلا وسهلا فيكن مستمعينا بعدنا معكم بهدى وهنا من بانوراما وينما كنتوا عم بيتتابعونا اليوم موضوعنا مثير للاهتمام هنتوقف مع طاقة المكان وتأثيرها على الشخص وطبعا كلنا منعرف انه طاقة المكان اللي منعيش فيه ومنتفاعل معه له تأثير قوي ومباشر على حياتنا رحتنا رفهيتنا العامة اليوم من خلال حلقتنا هنحكي عن هذا الموضوع ونفهم عنه اكتر من ضيفنا الموجود معنا داخل الاستوديو الباحث بعلم الطاقة ابراهيم المشرق ابراهيم اهلا وسهلا فيك معنا اهلا اهلا فيكم جميعا اتشرفت باكيد التواجد معكم اليوم وتحياتنا اكيد لجميع الاشخاص اللي معنا الحين على السماء يسعد انهارك مستمعينا اذا عندكن اسئلة بها الخصوص بتقدروا تكونوا معنا على الهواء مباشرة 011 500 200 ابراهيم انا شفت حسابك على انستجرام والحقناك وحبينا انه تكون معك لانه فيديوهاتك حلوة بسيطة بتوصل معلومة مريحة للمستمع وفيها اشياء هيك غريبة بنسمعها لأول مرة انت اليوم مع شخص مش كتير بيأمن بطاقة المكان بس بيستهوين الموضوع بحب اسمعه اليوم بدنا نفهم منك اكتر انا ويمكن كتير من المستمعين منسمع 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 عن هذا الموضوع ولكن شو المقصود بطاقة المكان كيف بتعرفوها انتو اللي خاص يعني شغلكم بهالمجال تمام فعليا انا اوافقك لانه علم الطاقة او الفانج شوي اذا يعني نبن عرفه هو العلم الذي يتحدث عن معادلة مسارات الطاقة في البيئة المحيطة حولنا من اجل ضمان اعلى مستوى من الطاقة الايجابية وطرد اي نوع من انواع الطاقة السلبية علم الفانج شوي هو علم فيزيائي بشكل او باخر كثر منه يمكن ما يقتنع بعلم الطاقة المكان لسبب انه ما يشوفه وطبيعتنا احنا كبشر دائما اوديو فيديوال يعني نحب نسمع ونحب نشوف فماذا بالنسبة لعلم هو اصلا غير ملموس انا دائما اقول شيء هل نستطيع رؤية التيار الكهربائي او الالكتريكا الكرنت خلال مروره بالتيار الكهربائي اكيد لا نستطيع رؤيته على الرغم من هيك هو موجود وهو قادر على ادارة يمكن حتى الحين الشاشات الموجودة او المايك اللي جالسين نتكلم عنه فهو موجود هو يؤثر بشكل او باخر على طاقتنا لو نيجي كمان بمثال ابسط قبل ما ندخل بعلم الفانج شوي او علم البركة اللي هو اساسه هو علم صيني طبعا ولكن انتشر بالورد وايد بالعالم بامريكا بريطانيا او حتى بوطننا العربي اصبح الاهتمام فيه جدا عالي وجدا كبير مثال بسيط انا بطاقة المكان خليني اقول على سبيل المثال مكتبي في العمل لما يكون هذا المكتب منظم مرتب انا اذا ضعت من عندي ورقة استطيع ان اجدها بسهولة لانه المكان جدا منصق ومرتب بينما اذا كان عشوائي اكيد سوف اضيع مع هذه العشوائية ويمكن انا اخسر بعملي او اخسر خطاب او ورقة جدا مهمة فبالتالي هنا منبع طاقة المكان وهنا اساس طاقة المكان اللي من دوره تنظيم جميع الاحداثيات طبعا سواء جالسين احنا نتكلم على مستوى الديكورات المنزلية او حتى على تقسيم البيت من الاساس او المنزل من الاساس نعم يمكن هيدا شيء قديم وموجود وكتير من الناس بجملة منتوارثها بس بدون ما نفهمها لانه مؤخرا صار علم وصار يدرس وصار مفهوم اكتر يعني نحنا مثلا متوارثين انه هيدا البيت عتبته منيحة وهيدا البيت عتبته مننا منيحة البيوت عتبات جملة كتير من هالقبيل ما بعرف كيف اهلنا طلعوا فيها او اجدادنا لو وصلت لالنا لليوم صارت علم بتصور اليوم ادي فيه طاقة ايجابية وطاقة سلبية في المكان وشو بتكون اسبابها ليه هون سلبي وهون ايجابي ليه هيدا البيت عتبته منيحة وهيدا لا هذا طبعا سؤال جدا مهم اللي هي ايضا عتبات البيت ودائما حتى زي ما حكيتي حضرتك انه بتاريخنا بموروثنا دائما منتفائل في هذا المنزل او اذا غير منزلك غيروا العتبات لمنازلكم والى اخره طبعا هي تؤثر بشكل جدا كبير ليش لانه باي مكان نحن موجودين فيه فيه هناك مثل ما قلنا مسارة طاقة هي موجودة مسارات طاقة ايجابية تحيط فينا في المكان وايضا طاقة سلبية تعتمد على العناصر المحيطة فينا على سبيل المثال مثلا مدخل المنزل على سبيل المثال في كثير من الاحداثيات مهم ان اخذها بعين الاعتبار واحدة منها على سبيل المثال انه مدخل البيت دائما لازم يكون مثلا متاح ما يكون فيه اي عراقيل موجودة فيه مثلا فيه ناس مثلا تحط اجلكم الله جزام او شيء على لا ما يحتاج لازم دائما تكون مثل حياتنا السهلة اليسرى مثل دخولنا في اي شيء في هذه الحياة لازم ايضا دخولنا لمدخل المنزل نفس الشيء مثلا اذا اردنا ان نضع المرايا في المنزل او بالتحديد على مدخل المنزل كمان فيه هناك بروتوكول بوضحة هو ليس امر عشوائي مثلا طبعا اكيد ان شاء الله بحلقات قادمة ورح نتكلم بكثير من تفاصيل عن هذا الامر على سبيل المثال المرايا اذا اردنا وضحهم في المنزل مهم جدا مثلا تكون على مدخل المنزل يا اما من اليمين يا اما من اليسار لا حب ذا اول ما افتح باب المنزل على سبيل المثال تكون المرآة موجودة بوجهي ليش حتى نحتفظ بالطاقة الايجابية حق المكان وتحافظ فيها في هذا المكان اكيد مثلا المرآة لازم دائما نكون حريصين انها ما تكون بشارب اجز او بزوايا حادة جميل جدا لو نغطيها بفريم خشب على سبيل المثال حتى شكلا بتصير اجمل وارتبوها فكرة مور سيف كمان للاطفال من لما تكون شارب اجز هو مجموعة من العلوم تصب في بعضها البعض جميل جدا لو تكون المرآة مثلا خصوصا عند مدخل المنزل يجب ان تكون مرآة كاملة مش نصف مثلا انا وانا واقف امامها تظهر نصف جسدي العلوي او السفلي لا تكون جدا عالية مهم جدا مثلا يكون في نبطة خضراء موجودة على باب المنزل وهي جمال الاهتمام بهذه النبطة الخضراء سقايتها رعايتها كمان بنفس الشيء كثير ريكمندد واكيد كثير من النصائح والخاصة اكيد بمدخل المنزل بشكل اساس نعم كيف فيني اعرف انه مثلا هيدا البيت فيه طاقة سلبية او هيدا المكان اللي انا فيه في طاقة سلبية هالقعد اللي انا فيها فيها طاقة سلبية شوفي فيه كثير من الاشارات بس حتى نتفق على امر جدا مهم اسباب العرقلة كثيرة ومتنوعة لازم كل شخص فعليا يفهم نفسه احداثيات حياته ويفهم قصة حياته حتى يكون قادر على تخطي هذه التحديات فيه كثير من التحديات تأتينا في هذه الحياة كرسالة لنا حتى اصحى هنا انت عندك مشكلة عشان كذا انت خسرت عملك او عشان كذا انت لم تتوفق في الزواج او او الاخرية فيه رسائل من الله تيجينا انه عد المسارة فبالتالي العرقلة في اي مشروع في حياتنا له اسباب كثيرة نحن وهو هذا هدفنا في هذا اللقاء ان نتكلم تحديدا عن طاقة المكان تجدي بكثير من الاحيان ناس مثلا عندها كثير من خلينا نقول حالة لا وفرة في المنزل يعني تلاقي الزوجين يشتغلون في عندهم الفلوس بس ما في بركة في النقود تلاقي مثلا انت جالسة في منزل معين جبتي هذا المنزل جديد ولكن من دخلتي هذا المنزل مشكلة وراء الاخرى مشكلة وراء الاخرى نرجع ونقول الاسباب كثيرة ولكن في هذا اللقاء تحديدا نحن نتكلم عن طاقة المكان الانسان دائما يسعى لي يعني ما اقول المثالية لان احنا ضد المثالية المثالية نحن اللي نصنعها في انفسنا ولكن لتعديل المعادلات اللي موجودة حوله فبالتالي في كثير من الامور تشعري كمان مثلا بكثير من احيان مشاكل الكثيرة بين الازواج عدم راحة في المكان عدم قدرة مثلا على التناغم بين افراد الاسرة الواحدة فهذه الامور لا يجب ان نتوقف عندها نتوقف من عدة محاور سواء كان على الصعيد النفسي نعرف المشاكل نعرف السبب اللي خلى لنشوء هذه المشكلة بالاضافة نعطي اهتمام واهتمام فعليا كبير لعلم طاقة المكان ونركز فيه وفعليا نعرف هذه الاحداثيات اللي ممكن من خلال تعديلها بامور جدا بسيطة على فكرة نقدر نتجاوز كثير من هذه الامور من خلال اختيار مثلا الوان الاثاث ودوره في اراحة العين بحد ذاتها اختيار اماكن وضع الاثاث اختيار على سبيل المثال ايش الامور اللي تكون موجودة او غير موجودة في المكان كمان جدا مهم ان نعرف او هي هذه اللي من خلال المحتوى سواء على صفحاتنا على انستجرام او غيرها دائما نركز على واحدة من هذه الملاحظات او واحدة من هذه الامور اللي اكيد تساعد الناس انها تكون حياتها اكثر سلاسة اكثر ايجابية وتعيش في المكان وهي مرتاحة هي بالنهاية طاقة البركة هي دائما بعلمنا العربي ما فيه معلومات كتير اوية عن هذا الموضوع اليوم اللي عم يسمعونا دخلوا على حساب البانوراما متابعينا حسابك موجود ومتل ما قولت فيه فيه نصائح وتبسات كتير مفيدة في هذا المجال بتقدروا تتابعوها وتفهموا عنا اكتر اكتر من مرة قولت طاقة المكان ممكن تعرقل بتعرقل بتعرقل شو الاشياء اللي كتير انت بتشوفها ودرجة ونحنا ما مننتبه لها ان كان داخل بيوتنا داخل ما كاتبنا باسلوب حياتنا فعلا بتعرقل اشياء احنا ما منكون ربطين انه يمكن لانه عم نعمل هيك او عم يصير هيك يعني ذكرتلي ممكن توقف زواج ممكن توقف عمل ممكن بركة ممكن يس صراحة المشاكل كثيرة واكيد هذه نلمسها نحنا بشكل او باخر ارجع وقول نحنا دائما مجموعة من العوامل مهم نتوقف عندها ونعرف سبب هذه العرقلة في كثير من الاحيان على سبيل المثال شخص مكتوب له في قصة حياته على سبيل المثال انه يكون عقيم مثلا غير قادر على الانجاب مهم جدا ان نتقبل هذا الامر مهم جدا ان نتفهم هذا الامر ونؤمن اكيد بقضاء الله وقدره في هذا الموضوع واندي اذر هاند في امور احيانا وهي ما نعنيها تحديدا وجود تحديات ما الها اي اساس علمي نعم يعني انا جالس اشتغل اطلع فلوس حلوة ولكن اشوف انه ما في بركة عندي او اندي اذر هاند انا تصير انه الامور كثير من النساء مثلا على سبيل المثال تكون امرأة متمكنة امرأة قوية امرأة واعية في مجتمعها منتجة في اسرتها عندها مستوى واعي كثير تجد حالات من عرقلة الزواج بشكل او باخر هذه جميعا اشارات لما انا اشوف نفسي انه طب ما في ريال ريزون لمثال هذا الامر يعني انا لا ينقصني شيء في هذا الامر وانا اخذ بالاسباب وانا ساعي وا 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 بس فجأة اشوف مشاكل من لا شيء موجودة بيني وبين مثلا امرأة قول بيني وبين شريك الحياة او العكس هنا لا يجب ان نتوقف وانا قد كان ساي انه يعني حتى ما نكون كثير ابعاد عن الناس ترى اغلب هذه الامور اول شيء النصائحية جدا بسيطة جدا سهلة للتطبيق ما في شيء تعجيزي على الاطلاق والشيء الاهم من هذا كله انه فعليا امور ملموسة يعني استطيع انا اقول سواء على الصعيد الشخصي كثير من الامور تغيرت ايجابا في حياتي لما اشتغلنا على هذه الامور او اكيد اكيد طبعا كثير من المتابعين بنفس الشيء من الناس اللي تحب هذا العلم وتعمقت في هذا العلم وفهمت هذا العلم على الاقل يجعلهم يشعرون بتلك الطاقة الايجابية المنبعثة بينه يعني انت مجرد انك تعيش في مكان انت تكوني مرتاحة فيه عينك مرتاحة وهذا بالحد ذاته كفيل انت انطلقي بحياتك بكثير من التساهيل بعد التوكل عرب العالمين طبعا السعيد الشخصي انت قلت كثير اشيات غيرت بحياتي اذكر لي شغلي فعلا اشتغلت فيها ربما على طاقة المكان طاقة المكتب الاصدقاء ربما ما بعرف فعلا لقيت انه فيه تغيير شوفي لا اخفيكي انا يعني بدأت بمجال علم الفنج شوي والشيء اللي دفعني حتى اسافر للصين من اجل دراسة هذا العلم هو انه كانت عندي قناعة انه لازم نفهم حياتنا اكثر لازم نفهم احداثيات حياتنا من عدة مجالات سواء على الصعيد العلمي الاجتماعي الصحي الى اخير من هذه الامور حياتي لم تكن كذلك يعني قبل ما اتعمق في هذا الموضوع كانت فيها كثير من التفكير النمطي التفكير السلبي كثير من الامور كنت افهمها بطريقة مختلفة كنت اشوف انه لا مثلا ما في بركة عندي في المال في كثير مع انه ارجع وقول ما في اي سبب ملموس لهذا الامر الان استطيع ان اقول اصبح هدفي او لوصولي الى هدف معين يكفي ان انظر له بنظرة ايجابية يكفي ان اتيقن من حصوله داما يعني كل متوقعات وتفائلوا بخير تجدوا مجرد تفكيري اصبح بهذا الامر بطريقة ايجابية اصبح تقييمي للتحديات ولا احب كلمة مشاكل للتحديات في حياتي هي رسالة حال انا عدلت هذا الامر انا مباشرة التسهيل سوف تأتي في حياتي استطيع اقول على الصعيد المادي وهذا اكيد فضل من رب العالمين صار في جمب على صعيد الحياة الشخصية على قاتب الاخرين راحة النفسية يعني انا اي كان سي انه الحين الحين لم يعد شيء يخيفني اصبحت عيش بهذه الحالة من السلام هذه الحالة من الهدوء طيب اذا بدي منك مجموعة نصائح خلينا نتوقف مدخل البيت انت ذكرت المراية اكتر شيء كأنه حسستني انه الافضل ما يكون في مراية بمدخل البيت يس شوفي المراية هي قطعة فنية في المنزل يعني دائما انا اقول لا اكيد للاشخاص اللي يسألونا هي قطعة جميلة خصوصا في الاماكن او مداخل المنزل اللي بيكون فيها شيء من الضيق فهي مهمة جدا حتى تعطينا المساحة المطلوبة الحين المراية مهم جدا نعرف كيف انه نقوم بتنسيقها بشكل صحيح في المنزل وليس بشكل عشوائي على الاطلاق نبدأ سواء مثلا من مدخل المنزل كما قلنا تكون موجودة وموزعة بشكل صحيح الاجس حقاتها تكون مدروسة بشكل صحيح وجود اضاءات كمان على المرأة كمان جدا ايجابي يمكنك وضعها اينما تريد على مدخل البيت معادة مقابل للباب بباشرة ومعادة ان تكون مقسومة من النصف او ما تكون مغطاية بفريم اذا دخلنا مثلا لغرفة الطعام جميل جدا مثلا على مائدة الطعام تكون مرأة ولكن نصف بحيث انه ما تراه هذه المرأة هو صحن الطعام حتى يكون في شيء من البركة لانه انت جال ستعمل اكستندنج لهذه الصورة فبالتالي تكون نصف وموجودة على طاولة الطعام لو ندخل مثلا لغرف النوم غرف النوم ابدا لا حبادها في المراية ابدا لا حبادها احنا ما منحط المراية الا بغرف النوم ودائما النساء طب كيف وغرفة نوم وشيء اساسي ليش الحين احنا ما نبينقول لا تحطوا مراية على الاطلاق لا ضعوا مرأة ولكن بشرط تكون هذه المرأة موجودة غير مقابل للسرير بحيث انا نائم على السرير ما تشومي يعني ما تكون يكشف لجسم الانسان خلال نومه يتكون مثلا موجودة على الزاوية او على جنب يفضل تكون دائرية اكيد او تكون مثلا ما يكون فيه زوايا حادة لها تكون موجودة على جنب او على الطرف مثلا المراية خلينا نقول اذا حبينا مثلا تكون موجودة مثلا في غرفة الجلوس مثلا افضل تكون مثلا موجودة بجهة معينة مثلا على الجنوب الغرب منها موجودة في الحمام كمان وانتو بكرامة كمان مش كثير حبادها يعني كمان نفس الشيء المراية في الحمام وجميل كمان نتكلم كمان تبس عن اكيد يعني دورة المياه احنا فيها اذا مناخدها تمام مثلا الحمام على سبيل المثال وانتو بكرامة فعليا هو اكثر غرفة في المنزل هو طاقة سلبية لدرجة كان في سابق العهد يعتبر خارج المنزل او كان يعتبر له قسم خاص وهذا الصح يعني دائما نرجع نقول اذا رجعنا للاصل ترى كانوا ماشيين كثير صحيح بتشوف بعض الافلام القديمة دائما الحمام برا البيت احنا للأسف الحين في غرف النوم يعني which is really not recommended يعني ابدا غير موصف به ولكن اذا صارت هذا الشيء نكون عارفين اول شيء الحمام يجب ان يكون دائما الباب مغلق بعد الاستخدام تكون غطى المرحاض نفسه انتم كرام كمان يجب ان يكون مغطى اذا انا عندي حيوان اليف لازم يدخل مثلا على سبيل المثال يكون الباب مفتوح بشكل جدا صغير اللي يقدر هذا الحيوان الاليف يطلع ويخرج من الغرفة مهم جدا مثلا الدخول طريقة الدخول الى الحمام ايضا بروتوكول يجب الدخول بقدم اليسار على سبيل المثال لانه الحمام يعتبر طاقة سلبية طاقة هبوط وجسم الانسان مقسم الى قسمين في علم الطاقة اللي هو اليمين ايجابي او اليسار السلبي فبالتالي دخولي برجل اليمين على مكان اصلا طاقته طاقة هبوط سلبي لا هنا يتأثر هذا الانسياب الطاقي في المكان فبالتالي يجب دخول في رجل اليسار مهم جدا انه ما يكون في ستورينج يعني انا اشوف في كثير من الاخوات ستوري بليس هذا الشيء كثير غلط في الحمام ما يجوز انه ينحط ملابس في الحمام ما يجوز ينحط ادوات تجميل اي شيء سائل لحبة يكون موجود في الحمام يعني هو لانه مثلا وجود السوائل مثلا على سبيل المثال الشامبوهات او الى اخير من هذه الامور في خزائن بتكون خاصة يوضع فيها هذه السوائل او حتى ممكن تكون موجودة في خارج في خارج هذا المرحاض خليني اقول او غرفة المرحاض بحد ذاته لانه نرجع نقول تغيير هيدل الاشياء كله شو بتأثر علينا شوفي في كثير من الامور يعني ارجع وقول انا لما اكون متناغم في المكان اللي انا اعيش فيه مكان انا اعيش فيه براحة اذا ارجعت الى اصل الموضوع انه مثلا مكان مثل دورة المياه على سبيل المثال له احداثياته يعني حتى فضلات الانسان بكل ما فيها هي سلبية مش كثير منطقي اضع فيها معجون اسنان بفمي يعني بشكل او باخر لا فبالتالي في له احداثيات فلما اكون انا موجود في مكان متناغم مع هذا المكان مرتاح في هذا المكان على جميع الاصعدة مثلا ما كنا نتكلم على المرايا كم مهم في علم طاقة الفنق شوي انا ما تكون بزوايا حادة طب انا مثلا عند طفل صغير في المنزل لا يجوز انه يكون موجود على مرأة وفيها هذه الزاوية الحادة لانه رح تأذي بشكل او باخر فمنرجع منقول هذا التناغم في المكان اللي خليني انا اشعر براحة اجد بكثير خليني اقول فلوسي فيها شيء من البركة حياتي اسهل نظري مرتاح اكتر انا لما انام انام مرتاح يعني مثلا تب صغراف النوم مثلا على سبيل المثال فيها كثير من التفاصيل صحيح كتير ناس ما بتنام وبتقولك بفوت وقعد بتتاخد ساعة اثنين تلاتة عم بتقلب مثل ما حضرتك قلت فيه اسباب واليوم نحنا تحديدا عم نحكي عن الاسباب اللي ممكن تكون ناتجة عن طاقة المكان صحيح شو الاشياء اللي بغرفة النوم فعلا ممكن تنعكس سلبا على نومنا الصحي والسليم صحيح شوفي اول شيء لازم نعالج موضوع الجسد المادي او هذا الجانب اللي هي الجسد المادي اللي يعني فيه انه احنا نتأكد انه ما في شيء بجسم الانسان عنده مشكلة صحية معينة تمنعه من النوم هذا اكيد يراجع فيها اكيد طبيبه سواء انتيرنست او بغض النظر عن سبيشاليتي لما نيجي نقول مثلا بما يخص موضوع طاقة المكان على سبيل المثال طبعا ويطول الشرح ان شاء الله كمان بحلقات قادمة نتكلم فيها بس ابي اقول مثلا اهم الامور على سبيل المثال السرير سرير النوم او المرتبة مهم جدا مثلا ما تكون تحت الدريشة او تحت النافذة لازم تكون مثلا على جنب ما يجوز تكون تحتها مباشرة الناس تقول الحين طب انا ما عندي غرفتي مثلا ثلاثة متر اربعة متر فينا روح فيها ما في مشكلة دائما هناك حلول الحلول اللي تقول انه هذه الدريشة لازم تكون الستارة لون غامق ما بصير تكون لون فاتح فانتي بكل بساطة حط الستارة الوان غامقة حتى لو كان السرير تحتها مباشرة ما في مشكلة اذا احنا نبي نرجع للاصل في الموضوع من علم اخر يقلك طب انا نايم الحين والستارة شفافة تيجي الشمس تزعجني تيقضني عرفتها اذا نبي نفسرها بعلوم اخرى بس خلينا احنا نتكلم عن طاقة المكان غير كذا انا عندي مجال انه السرير ما يكون مباشرة تحت النافذة جميل بكل بساطة لازم او نستخدم ستائر بألوان فاتحة نعم نقوشها تكون نقوش جدا بسيطة نعتمد مثلا نقوش الدائرية الخزافية الدائرية نبعد تماما عن الكتابات مثلا حتى في ملابسنا مثلا انا ارتدي براند فبالتالي لازم يكون الاسم موجود هذا كمان في علم الطاقة بطاقة المكان هذا شيء جدا سيء يعني انا استطيع اوصفها بشيء بسيط انه انا لوحة اعلانات لهذه الماركة التجارية ليش انا احمل اسمك ولفي على البشر يعني عرفتي بطاقة مكاني كثير غلط نفس الشيء بعلم الطاقة ارتداء هذه الامور نفس الشيء مثلا بغرفة النوم دائما السجاد لازم يكون كمان الوان فاتحة نبتعد عن اي شيء مثلا مربعات لأيكون دائري وحسب طبيعة المكان كثير يوصى انه مثلا في غرف النوم ما يكون في صور ما يكون في كثير مثلا ناس تحب التماثيل اشكال معينة ابدا لاحب بدا انها تكون موجودة في غرفة النوم بنفس الشيء فهذه مثلا المفارش يكون لون ابيض على سبيل المثال حتى لو الان نروح لمستشفيات على سبيل المثال وان شاء الله الله يحفظكم ويعافيكم مستحيل تلاقي مثلا مفارش لون احمر مستحيل طبعا لانه كمان حتى المستشفيات على فكرة والمؤسسات الكبيرة they are following هذا الساينس لانه انا كمريض او شخص جالس خارج من عملية في عنده بليدنج او نزف رؤيته للشيء الاحمر بحد ذاته هو يحفز على استمرار هذا عملية البليدنج فعشان كذا تلاقيها مثلا لون ازرق او تكون لون ابيض ذات الشيء نحن نوصفه في المكان في اشياء كمان ذات علاقة بالعقل الباطن او مثلا انا انام وفي عندي امامي في الغرفة حص سمك هذا كمان مثلا شيء انا ممكن يسبب لي ازعاش في نومي انا جالس مثلا على سريري نايم واشوف المي جالسة يعني امامي تعوم كما لو اني في بحر اكيد رح يصير عندي دوار رح يصير عندي صدع ليش لانه حتى وانتي نائمة مبرمج نفسه على اني انا في مكان مثل سفينة مثل بحر مكان غير مستقر نعم فكم جميل غرفنا تكون بسيطة الوانها البسيطة الوانها الفاتحة ومجلدة من هاي العراف هي ما في شك بالموضوع يعني انت عم تحكي ابراهيم وانا ببالي قديش فعلا لما نستخدم الالوان الفاتحة الرائقة لبيوت اللي مش معجوقة بالعفش لبيوت النظيفة المرتبة قدي بتنعكس نفسيا على يعني على راحة اهل البيت الموجودين فيها وكل ما كان البيت معجوء ومنه مرتب ومنه نظيف وإلى آخر بتلاقي العالم فيه قاعدة بتخانق ببعضها يعني بتحس انه في شي مش مريح بالموضوع يعني هاي ده بصفة عاملة لكن اليوم انت عم تشرح لنا اياه بعلم موجود و آآ مدروس بعد بدي ااخد منك آآ تبس كتير مهم بيتعلق بالمطبخ الحكي كتير بس خلينا نتوقف كمان عند المطبخ فيه اشياء معينة آآ إلها تأثير كمان على آآ يعني آآ إلع علاقة بالمطبخ بطاقة مكان المطبخ بتأثر على شي معين كم بصحتنا فينا آآ ببركة الرزق الموجود والبيت صحيح اول شي آآ you are professional في علم الطاقة لانه انت ااثرتي نقطة هي جدا مهمة من اهم من اهم آآ خلينا نقول الرول الخاصة في طاقة المكان انه المكان اللي نحن موجودين فيه ما يكون آآ فيه عشوائيات اللي هي كركبة ما يكون فيه الاشياء الـ الـ هذه اللي موجودة ما يكون فيه اشياء مكسورة غير مستخدمة ولا يكون فيه قطعة عندك ما تستخدمينها حتى في خزانة الملابس انا قطعة مش لابسها خمس ست سنوات لا اعطيها لغيري ينتفع فيها طبعا وجودها كثير يؤثر واكيد كمان اي سورس للطاقة السلبية هذا بس الناحي الاول وان شاء الله رح نتكلم اكيد بفيديوهات بالتحديد عن هذا الموضوع الحين بخصوص المطبخ المطبخ كمان له خصوصيته مثل غرف النوم او حتى مداخل المنزل او غرفة الطعام لانه المطبخ تحديدا يجمع عنصرين اثنين متناقضين وهو عنصر النار وعنصر الماء عنصر النار المتمثل بالموقد اللي هي مكان الطبخ هذا عنصر النار بنفس الوقت عنصر الماء متمثل بحوض الغسيل او غسيل الموضوعين وجودهم بمكان واحد هو بحد ذاته يعني مش كثير يعني بس هو موجود عندنا ودائما منقول ما في شيء اسمه لا يجب لا دائما في حلول دائما في حلول فمثلا من التبس خليني اختصر مثلا بعض منها اول شيء مثلا نتجنب الوان معينة في المطبخ مثلا مطبخ بلون احمر او بلون ازرق اللي هو لون النار ولون الماء ابدا اتركو مندد او اصلا الحين اذا تابعين تشوفين دائما نشوف المطابخ البيضاء عبيض رمادي حتى بالديزاينيشن والديزاينرز على فكرة they are following هذا العلم بشكل أو بآخر لانه اصلا مريح للعين مثلا نبعد تماما عن هاي الالوان ايش الالوان اللي نختارها على سبيل المثال اذا نقول مثلا الخزائن المطبخ كم جميلة وتكون من الوان الخشابيات البني ودرجاته البني البني الفاتح رائع جدا ممكن مثلا نختار اذا كان الارضية مثلا سيراميك او سجاد او بغض النظر من الاصفر ومشتقاته الاصفر البني نفس الشيء يكون من مشتقاته كمان جدا ريكميندد اشياء مثلا لها علاقة بين نضع مثلا الطباق او البوتاقاز او الفرن بغض النظر تسمياته العربية المختلفة مهم انه يكون مثلا وراءه حيط اساسي في المنزل ساند داعم لانه هو عنصر جدا قوي ما يجوز يكون وراءه حيط فرعي بين غرفتين لانه لازم مثلا يكون على حيط اساسي مثلا مهم جدا في المطبخ انه ما نترك شيء مكشوف لازم كل شيء في خزائنه كمان يعني حتى في غرفة الطعام مواعين الى اخره ما يجوز تكون مكشوفة نظافة المطبخ استطيع اقول ويمكن كثير يزعلوا منا ربات المنازل اذا قدرتي مرة ومرتين وثلاث في اليوم تنظيف للمطبخ ما في مشكلة نظافة المطبخ جدا جدا مهمة عملية اني انام مثلا وفي امور غير منظفة خصوصا بورتغاز تحديدا مكان الطبخ هذا المكان اللي انت جالسة تعطي فيه طاقة ايجابية وتنقليها لابنائك في هذا الطعام لازم يكون نظيف لازم يكون مرتاح لازم يكون كل انتسيابية للطاقة الايجابية اللي موجودة فيه نفس الشيء بالنسبة لهاي ارجع اقول اي شيء مكسور اواني مكسورة ابدا ذات الشيء يعني كمان لا يصب بوجودها انها تكون موجودة الالوان بالنسبة للمواعين او الى اخير ما فيها اي مشكلة الالوان البنية الصلصال الفخاريات كمان جدا رائعة وكلها طاقة ايجابية اكثر من المدهون يعني او فيه حتى انواع مديهنات اكيد اكسبتبل بس يعني كل شيء كل من رجعه لأصله نعم يكون كله طاقة وكله حب ومحبة نعم يعني فيه اسئلة كتيري بس فيه لقاءات ان شاء الله اكتر هروم متل ما قلت لمستمعينا فيه تبسات رائعة موجودة على حسابك فوتوا على حساب البانوراما وموجود احنا اخد اتصال سريع ولو انه الوقت دهمنا اهلا وسهلا مين معنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا وعليكم السلام تفضل مين معي بس بسرعة معلش لانه الوقت دهمنا خالد قصاص معي تفضل يا خالد اتفضل عندك سؤال اه عندي سؤال انا هغير بيتي كله عشان خاطر الكلام اللي قاله الاسداد اغير بيتي كله يمكن اهده شو بدي قولك معك معك احياك الله استعب انا انا بتمنى منك خالد دخل ع حساب البانوراما ودخل كمان ع حساب الاستاذ ابراهيم واكيد ممكن يساعدك بهيدا الموضوع ممكن تستفيد من التبسات اللي مثل ما انا قلت موجودة بس في سؤال معين على السريع عن خبرويا او تطرحوا انا بس بدي اقوله بدي اغير بيتي بش من يوم اتبات كلام بدي اغيري شكرا جزيلا للك يعطيك العافية يعني انا اتفدد شوفوا لازم نعرف وهذا الشيء انا قلته انه ابدا ما يحتاج نغير كل شيء دائما لكل مشكلة لها حل دائما حتى لو مثلا على سبيل المثال ما تكلمنا عن السرير ووجوده دائما هناك حلول ومهم نعرف كمان شيء اخر نسأل المتصل كيف حياتك كيف راحتك في منزلك هل هي مليئة بالطاقة الايجابية ترى اذا كنت مرتاح كيب او انا انا عشان هيك قلت له يتواصل معك بتقدر يمكن تساعده اكتر بس كتير من الحكي اللي حضرتك حكيته اكيد فيه افادة للمستمعين واكيد هو حتى لو منه مثل ما حضرتك عم تحكي عالم هو حقائق نحنا منشوفها بحياتنا قد ما كان بيتك نظيف قد ما كان المطبخ نظيف قد ما نمت وانت مش مخلي شيء بالمغسل ومش مخلي كله بينعكس بالنهاية على نفسيتنا ابراهيم المشرقي شكرا كتير لك في لقاءات قادمة بنا نحكي بالتحديد عن الملابس داخل الخزاني والتكويم بخزيننا واثاره السلبية علينا بس ان شاء الله في القريب العاجل شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم شكرا شكرا لكم وفعليا سعدنا بهذا اللقاء نتمنى نكون وصلنا رسالة واكيد لنا لقاءات اخرى ودائما نحن حاضرين سواء على انستغرام او تيك توك او يوتيوب باسم ابراهيم المشرقي ان شاء الله شكرا جزيلا اذا مستمعينا فاصلوا من الرجاع